وشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى ممثلين عن التنسيقية الوطنية للآئمة وموظفي القطع في أول لقاء بين الجانبين لبحث عدد من الملفات الساخنة الاجتماع يأتي تنفيذاً لالتزامات الوزير إثرى طلب لقاء تقدمت به التنسيقية التي تطالب الوصائب لاستجابة لمطلب الزيادة في أجور الآئمة وهي النقطة المحورية التي من المنتظر أن تستمر حولها مفاوضات الجانبين في لقاءات أخرى لاحقة وجاء اللقاء أيضاً بعد أسابيع من تبادل الاتهامات بين الأمين العام للتنسيقية جلول حجيمي والوزير محمد عيسى وهو السجال الذي وصل حد التهديد بالخروج إلى الشارع قابله والرد الرسمي بإقرار عقوبات في حال تنفيذ إضراب العمائم البيضاء